داشتنا رئيس مجلس دار صندوق سيانة الطرق والجسور للمركز الرئيسي بالعاصمة الموقاتة عدن المهندس معين الماس مشروع سفرة تتلجيها اليمنى لخط العالم دوفس بمحافظة أبيان والذي يموله ويشرف عليه صندوق سيانة الطرق وتابع الماس خلال تدشين أعمال الفراق الفنية في فرش الطبقة الإسفلتية مطلعا على سير العمل وتأكد من تطبيق المعايير الفنية واستمع الماس إلى من مدير المشروع محمد مفرق إلى شرح حول المراحل الأولية المنجزة من المشروع منذ بداية الأعمال التي جرت فيه مطلع العام الجاري وسعي الفراق الفنية والهندسية في إنجاز خطة المشروع وفق الفترة الزمنية المحددة